اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء اكد حرص مملكة البحرين على موصلة رفض القطاع المالي والمصرفي بالمقاومات التي تعزز من اسهامه في مختلف مسارات التنمية اعرب سموه عن الاعتزاز بالدور الذي تطلع به المؤسسات المالية والمصرفية عبر مسيرتها الممتدة في مملكة البحرين في تهيئة الفرص المناسبة امام ابناء الوطن وفي دعم الاقتصاد الوطني بما يثر المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القطاعبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء والسيد خالد ابراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الدكتور خوسي فينالاس رئيس مجلس ادارة مجموعة ستاندرد شارتر بينك وعددا من كبار المسؤولين بالبنك حيث اشار سموه الى الاسهامات التي يقدمها ستاندرد شارتر بينك منذ تأسيسه قبل اكثر من مئات عام في المملكة وذلك عبر مواصلته خلق الفرص النوعية امام ابناء الوطن وجد بالفرص الاستثمارية الوعيدة لافتا الى حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني المبادرات والخطط التي تدفع بالقطاع المالي والمصرفي نحو مستويات اكثر تقدما مجهته اعرب رئيس مجلس ادارة مجموعة ستاندرد شارتر بينك عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عما يوليه من ارعاية واهتمام بدعم تطوير القطاع المالي والمصرفي متمنيا لمملكة البحرين دواما الاستهار والتقدم